فالخميرة يعني كنا تكلمنا عنها من قبل وأن كنا نحن أول فريق بحث يعني اكتشفنا أن الخميرة الخبز التقليدية أو الحامضة كنسميها في المغرب الخميرة الحامضة وبالأنجليزية sourdough ferment أو sourdough sponge يعني على تسميات يعني sourdough ferment هذه هي المعروفة وهذه الخميرة الخبز الحامضة أو الخميرة الحامضة هي اللي كانت معروفة يعني طبعا الآن أصبحت يعني البيكرز يست الخميرة الصناعية ولكن هذه خميرة الخبز فالأبحاث الأولى التي يعني أجريت على هذه الخميرة أنها كانت في عهد باستور وفي عهد باستور كان بيكروسكوب عادي كان بيكروسكوب عادي لا يعطي يعني لا يمكن أن يوسع ويكبر هذه كالصورة كبيرة وهذه الخلايا الجرطومية طبعا يعني الخميرة الخمائر أو يست هي تظهر على يعني لما نكبرها 400 مرة كالضرخلية متكاملة يعني يعني أكريوت عندها نواة وعندها غلاف الأخير لكن البكتيريا لا تظهر في هذا المستوى من تكبير من كبروا الأشياء هذه يعني اللارجين يعني لا تظهر فعليين لما يعني يعني الأبحاث الأولى تناولت هذه الأشياء فوجدوا على أن هناك خمائر فذهبوا مع الخمائر حتى أن كانت مخبزات توجد بقرب من صناعة الجعة وصناعة الخمر لماذا؟ لأنهم كانوا يستعملون هذه الأشياء التي تترسب وتبقى كانوا يخمرون بها الخبز لماذا؟ لأنها فيها خمائر طبعا لم يكن ممكن أن يفحصوا هذه الخميرة ولم يكن ممكن من ناحية الميكروسكوبية يعني أن يكتشفوا البكتيريا اللبنية لأن البكتيريا خلايا دقيقة جدا وصغيرة ولا يمكن رؤيتها إلا لما نكبرها ألف مرة على الأقل ألف مرة يتظهر نقطة صغيرة يجب أن يكبرها على تلمدالي فهذه المشكلة اللي يقع هو أن الخطأ اللي كان في البحث العلمي أن العلماء الباحثون الأوائل أنهم أعزوا يعني تخمير الخبز أو إلى الخمائر فقط ليست وتركوا البكتيريا اللبنية لكن الخميرة التقليدية توجد فيها يعني عاملان أساسيا ربما عامل البكتيريا اللبنية أقوى من الخمائر لأن الخمائر ليست لديها أنزيمات لحل حمض الفيتك يعني لا يمكن أن تحل حمض الفيتك وطبعا حمض الفيتك هو الذي يشد الأملاح المعدينية ليس الأملاح المعدينية يشد كل شيء يعني الأملاح المعدينية والفيتامينات وحتى الحمضيات الأمينية والحمضيات الدهنية وهذه الـ IP6 يعني الـ Ainozitol Hexaphosphate لموجودة في النخالة أو لموجودة في النشويات خصوص قمح يعني موجودة في القمح يعني بنسبة عالية حمض الفيتك فكان يعني حتى الأطباء في الـ 60يات والـ 70يات كانوا يعني علي أن يحدرون من مشكلة حمض الفيتك في الخبز لأن الخبز في حمض الفيتك وأنه لا يعطي شيء نعم صحيح يعني كان صحيح يعني هذا التحديد كان صحيح لكن لماذا لأن الخبز الذي يخمر بالخميرة بالبيكرزياز يعني بالخميرة هذه اللي كنسمها الخميرة الصناعية وإما الخميرة التقليدية فلا يمكن أن يبقى هناك حمض الفيتك وكنا الأوائل يعني بـ 1992 أنكتشفنا أن البكتيريا اللبنية تحل حمض الفيتك وهي سبحان الله هي البكتيريا الوحيدة التي تحتوي على الفيتايز يعني على هذه الأنظيم الذي يحل حمض الفيتك وأن الخبز لما يخمر بالخميرة البلدية فهذه الأملاح تحرر الأملاح المعدينية وتصبح حرة ويمكن للجسم أن يمتصها ولذلك كان الناس لما كانوا يخمرون الخبز بالخميرة الحامضة والخميرة التقليدية ما كانش في الأرياف والبوادي ما كانش أنيميا ما كانش أشياء من هذا القبيل ولو أن الخبز ليس فيه تركيز مرتفع من الحديد من الماغنيزيوم والكالسيوم ولكن القدر الذي فيه ويمتص لماذا لأن هذه البكتيريا اللبانية في الخميرة البلدية كانت تحرر هذه الأملاح المعدنية تقريباً هي ثلاث رسائل دكتورة في المغرب في معاهد الحسنتان للزراع والبيطرة ثلاث رسائل دكتورة لأجرية على الخميرة التقليدية يعني من 92 تقريباً حتى 98 ونحن مع هذه الأبحاث وكنا أول من اكتشف أن بكتيريا اللبانية تحد حمد الفيتيك يعني المنشور يعني موجود هذا وعلى الانترنت وحتى أن هناك أبحاث أجريناها على الأنيميا الفئران وأن هذا الخبز لما يحل حمد الفيتيك فأن هذه الأملاح المعدنية تحرر وتصبح كافية للجسم يعني هذا فهذه الخميرة التقليدية لما تم فحص أول عينات الأولى التي فحصناها تقريباً سنة 91-92 كان اكتشاف غريب جداً أننا اكتشفنا أولاً أن الأنواع الخمائر الآن وهي متدولة بخميرة الصناعية الآن ساكارومايسي السيريويسي لم نجد أهمية قصوى لساكارومايسي السيريويسي في هذه العينات ولكن وجدنا أن الساكارومايسيس يعني إيكزيكوس وأن الكانديدا ميليري هو الكانديدا ديستاتيكوس والكانديدا أينيزيتيتوس هذه الأنواع هي التي تخمر الخبز يعني ساكارومايسيس لها دور تقريباً 30% هي تساهم في التخمر لكن ليس لها دور أساسي في التخمر وأن الكانديدا ميليري وأن هذه الأنواع الأخرى هي التي تعطي تاني أكسيد الكربون إلى جانب هذه الخمائر البكتيريا اللبنية خصوص لاكتوباصيلس إن ديلبروكي لاكتوباصيلس ديلبروكي البروفيس أعليين هو أنواع التي تعطي تاني أكسيد الكربون وأن الباحثي الأمريكيين سمّوا نوع من البروفيس سمّوا سان فرانسيسكو لاكتوباصيلس سان فرانسيسكو لماذا؟ لأن هذا يحلل مالتوز يعني هذا نوع من البروفيس اللي يحلل مالتوز سمّوا لاكتوباصيلس لسان فرانسيسكو أما الأنواع الأخرى التي تعطينا عليها هي ديلبروكي لاكتوباصيلس ديلبروكي لاكتوباصيلس بروكي لاكتوباصيلس بلانتاروم كذلك يعني هذا الاكتوباصيلس بلانتاروم ثم البيديوكوكيس هذه البيديوكوكيس عندها دور مهم جدا يعني بالنسبة للجسم وهذه البيديوكوكيس هي أقوى من الاكتوباسيليس وأقوى من الاكتوكوكيس يعني من الباكتيريا اللبانية أخرى لذلك هذه البيديوكوكيس باونتوزاسيوس والبيديوكوكيس أسيدي لاكتيسي هي اللي يعني الباكتيريا الآن للباحثين يهتمون بها خصوص الباونتوزاسيوس هذه يعني يهتمون بها وهي موجودة في الخميرة التقليدية أنواع أخرى أو مجموعة أخرى من البكتيريا اللبانية يسمى لوكونوستوك وهذا اللوكونوستوك هو اللي كان يعطي الطراوة والرطوبة لهذا العجين كان العجين يعني على شكل خيوط وعلى شكل يعني يزيد في هذه الأشياء دياله مرونة هذا العجين وهذه الاكتوباسيليوس ديكسترانيكوم والاكتوباسيليوس يعني بعد أنواع ديكسترانيكوم هو لعنده يعني تقريبا للدور الأساسي فهذا لماذا؟ لأنه وينتج ديكستران ديكستران معروف على أنه على شكل علك هذا المنتوج فالبكتيريا اللبانية تحل الحمض الفيديكو البكتيريا اللبانية تحمد الخبز والبكتيريا اللبانية تساعد كذلك على هضم الخبز والبكتيريا اللبانية هي التي تحيي الفلورا داخل القولون يعني البروبيوتيك هذه اللي يعني والآن يعني النقص البكتيريا اللبانية في النظام الغذائي الحديث هو الذي الآن كان من جمع العوامل الكبرى لظهور هذه الأمراض أنه نقص المضادة للأكساداء ونقص كذلك في البروبيوتيك وهذا البروبيوتيك كان طبيعي لأن الناس كانوا يستهلكون نوعين من الأغذية الأغذية المجففة لن تكون هناك صناعة التعقيم ولا الباسترة ولا أي شيء كانوا يستهلكون المواد المجففة وكانوا يستهلكون المواد المخمرة فقط كان هناك أسلوبان صناعيا فقط ليس هناك خمسة كان التكنولوجيا التقليدية هي إما تجفيف إما تخمر لا في الألبان ولا في المواد النباتية ولا في الخبز ولا في أي شيء ثم أن التجفيف كانوا يجففون حتى الحليب كانوا يجفف بطريقة عادية طبيعية بالشمس هذه فهذه التكنولوجيا التقليدية هي اللي كان خص الباحثين يستغلونها طبعا ثم ينتقلون من هذه الأشياء إلى مسائل صناعية لماذا؟ فالرجوع الآن إلى هذه الخميرة التقليدية أو الخميرة البلدية الخميرة الحامضة هذه يعني عدنا في المغرب مثلا الخبز وعدنا الحريرة هذا وجبة الحريرة الحامضة اللي كنسميها الحريرة الحامضة يجب أن تكون بهذا أما النشويات مثل القمح مثلا لما يصنع منه خبز بدون تخمر فهو يحدث عسر في الهضم مثل هذه الأشياء اللي كنسميها في المغرب الملاوي المسمن هذه الأشياء ليست متخمرة يعني هذا خبز لا يكون في خميرة ويخبز مباشرة بعد العجل هذه الأشياء هي التي تعطي عسر للهضم وأن الآن جهاز الهضمي عند الناس لا يقدر على هضم هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذه النشويات يجب أن تحل شيئا ما لأن لما تتخمر هي تحل ليبدأ حتى الباكتيريا الغير مرغوبة مثل الباسيلس ومثل بعض الباكتيريا الأخرى هي تساهم في التخمر لماذا؟ لأن الباسيلس هو عنده أميليز والأميليز هي التي تحرر يعني تحل الستارش يعني هذا النشا وتعطي المالتوتريوز والمالتوز وتعطي كذلك غليكوز هذه الجزئات هي التي تأخذ الباكتيريا اللبنية والخمائر لكي تخمر الخبز لأن الباكتيريا الباكتيرزيس يعني هذه الخمائر ليست لديهم حمض الأنزيم الفيتيز الخمائر لا تقدير على حل حمض الفيتيك ثم الخمائر لا تقدير على حل النشا يعني ما عندهمش الأميليز يعني بمعنى يجب أن يكون هناك السكر يعني محرر طبيعيا لأن حتى النشويات فيها أميليز طبيعيا فيها وحد قدر بسيط من الأميليز وأن الصناع ممكن أن يضيفوا هذا الأنزيم الأميليز في الدقيق ويضاف عليهم طبعا ويضاف من الأشياء التي تضاف للدقيق لكي يسرعوا هذا التخمر هذا التخمر طبعا هذه الخميرة التي نسميها نحن الخميرة البلدية هي كل الناس ممكن أن تكون لديهم في منازلهم هي سهلة عليهم يكفي أن الإنسان علمه الله كيف يعيش وليس ينتظر تكنولوجيا كيف يعيش وعرف كيف يعيش منذ أن خلقه الله أن كان الناس يخمرون هذا الدقيق القمح يعجن ثم يترك حتى يتحمض وبه يتم التخمر ثم نترك قطعة إلى العجين المقبل وبذلك تكون هذه العملية ولكن هذه الخميرة يجب أن توضعها في الدقيق لكي لا تنبت عليها جراتيم مثل الفطريات ويجب كذلك أن حتى ولو بقيت مدة طويلة يعني لا تدر فهذه الأشياء التي كان يستعملها الإنسان قديما مثل هذه الأشياء التي كان يمخذ فيها الحليب فكانت تلتصق بها باكتيريا لبنية وهي التي تقوم بالتخمر وكأنه يزرع هذه الباكتيريا لبنية في الحليب ثم هذه الأشياء حتى القصعة التي كان يعجن فيها الناس هذه الخبز كان تلتصق بها بعض الأشياء وتبقى فيها هذه الباكتيريا اللبنية ثم لما تعجن المرأة فهذه الباكتيريا اللبنية تمر إلى العجيب وكأنها تزرع وكأنها تضيف هذه الباكترية اللبنية هذه تكنولوجيا تقليدية قديمة وقدم الإنسان ولكن كما أقول دائما أن هذه الأشياء كانت تلقائية وكان الناس يعني تعلمونها بدون أن يكتروا هذه الشبهات وهذه الأشياء فالناس كانوا يعيشون ببساطة وبسهولة وبدون أي تعقيد فالحياة الآن أصبحت معقدة لماذا؟ لأنك كثرت المعلومات وكثرت المعلومات الآن هي خصوص نصائح في الميدال الغذائية أصبحت موضة الآن أنا كن الناس ينصحون أن الناس يتكلمون عنه يعني كيف يعقل على أننا قضينا تقريبا 12 عام من البحث في المختبر والمختبر الباحثون يعرفوا ما هو المختبر يعني الناس يحرقوا يديهم بالمحالي والناس يستنشقون محالي الباحثين اللي معايا تقريبا 90% كلهم ماتوا بالسرطان لماذا؟ لأنهم يعملون بمحالي الخطيرة وأنهم يعملون في مختبرات وأنا لا يمكن الجسم أن لا يصاب بهذه الأشياء فهذا الباحثين ذو على الأقل فيجب أن يذكر أسماءهم والإجتماعي نأخذ المادة هكذا ثم نبدأ ننصح من الذي عمل بحث على الخميرة البلدية على الأقل سبحان الله فهذه الأشياء عليهم لم تكن متذاولة ولم يتكلم عنها أحد يعني قبل 1994 لم يتكلم أحد عن هذه الأشياء حتى مؤتمر أول مؤتمر اللي حضرته وأخذت هذا البحث الذي اكتشفنا فيه أن الباكتيريا اللبنية تحل الحمد الفيتيك كان بحث متواضع وأن الناس لم يعطوا أهمية في المؤتمر لاش من كذبوش ولكن بعد هذا المؤتمر كل الباحثين بدأوا يعملون يعني في مختبرات لما رجعوا إلى مختبراتهم أخذوا المعلومات كلهم بدأوا يعني يلحطون على أي ليس هناك بحث عن الباكتيريا اللبنية أن تحل الحمد الفيتيك قبل 1992 ليس هناك بحث نحن بدأنا في 1989 تقريبا 1989 وكانت أول رسالة دكتوراه هذه اللي تنقشت فرنسا ليس في المغرب اللي أجريت في المغرب ولكن تنقشت فرنسا هذه اللي كان هناك تبادل يعني تقافي الكوبيريشن ما بين فرنسا والمغرب فهذه الدكتوراه هي فيها تقريبا أربع منشورات يعني هذه اللي تنشره في دوريات دولية وهي هذه الدكتوراه هذه اللي العمال كان تقيل جدا علينا لأن أول من بدأ وأن بدأنا هكذا يعني كان عمل تقيل وكان عمل شاق هذا ولذلك هذه المعلومات التي تم البحث فيها في مختبرة في المغرب فلا يمكن هذه المعلومات أن لا تصيرها إلا الناس وإلا هذا البحث العلمي ولا يصلحوا لشيء ولذلك هنا الأشياء أن هذه الخميرة التقليدية هي الآن الناس يشتكون من غازات في الأمعاء ويشتكون من التهابات في الأمعاء ويشتكون من أشياء كثيرة الآن على مستوى القولون فلماذا؟ لأن التخمر الخبز ليس تخمر قبيعي وليس تخمر كما كان من قبل وإذا كان تخمر بالخميرة التقليدية التقليدية هذه الحامضة فعلى الأقل سنقص الحدة لهذه المشاكل التي للآن ناس مع استهلاك مكونات خطيرة جدا هي التي تضرب تقريبا هذا الجهاز الهضمي فأصبح الناس لا يقدرون على هضم الخبز وأن كثير من ينصح الآن بالناس بأن لا يأكلوا الخبز أن يبتعدوا من القليتان وليس المشكل في القليتان ليس المشكل في الخبز المشكل في التخمر هذه هي المعلومة القوية المشكل ليس في النشويات المشكل ليس في الخبز المشكل ليس في القليتان المشكل في التخمر أعيدها مرتين إذا كان الدقيق الخمح يخمر بالخميرة التقليدية الطبيعية كما كان الخبز من قبل فلا أظن أنه يشكل مشكل أنه سيترتب عليه مشكل بالنسبة للمستهلك والبنساحة. حتى الناس اللي عندهم أمراض. ولذلك الناس اللي عندهم لكن لا يقادرون عن الخبز ولا يقدرون عن القمح ولا الشعير ولا الشوفان. ولكن الناس اللي عندهم التهابات ول disruptive مشاكل أخرى في الجهاز الضومي الناس اللي عندهم غازات تلاحظوا على أن الظاهرة الآن لكل شيء الناس يتكلم عنه. هذه غازات الأمعاء. ولكن لماذا غازات الأمعاء؟؟ لماذا تكونوا يقال لماذا غازات الأمعاء؟ على الأقل الناس يجب أن ينتبهوا لما يأكلون. من جملة الغازات في الأمعاء المشكلة للخبز الخبز الحادية يعني بالخمير الصناعي بطريقة الصناعية هذا الخبز الذي يكون هنا هذا من العوامل الكبرى التي تحديد غازات في الأمعاء ثم يرضفنا على بعض الموضافات الغدائية ثم بعد عدم تجانوس الغدائي الناس يأخذوا القطاني مع الخبز يأخذوا الحم مع الخبز يأخذوا مثلا هذه البطاطس مشوية مع لحوم هذا عدم تجانوس طبعا ثم الأكل كل وقت ثم الأكل في الليل طبعا هذه الأشياء هي التي تعطيها الآن هذا المشكلة فأظن أن الخميرة البلدية أهميتها هي أهمية نحن نصنفها مع البروبيوتيك وجميع الأغذية الآن في هذه الكلمة بريبيوتيك وبريبيوتيك ولكن البروبيوتيك البروبيوتيك كينت بطاطة الحلواء وكينت بطاطة القسبي أما نتكلم عن الفلورا عن الباكتيريا اللبنية الآن التي هي التي دخلها في هذا البروبيوتيك والتي تعليم مات realistic bacteria هي الباكتيريا الصديقة وهذا الفراند لباكتيريا هي التي الآن تنقص فلورا الأمعاء تغيرت من الباكتيريا إلى الخمائر والخمائر يجب أن لا تكون في الأمعاء نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى حلقة مقبلة